وصفة البامية الحرة من الاطباق اللي كتير طيبة وسهلة وبسيطة تقدموها كطبق على السفرة مقبلات او بتحطوها مع بطاطا مقلية بتقدموها تغميص بالخبز ولا اطياب من هيك وهلأ رح نجهز اول شي التقلاي بعد ما انا قليت البامية عندي معلقة توم مهروز زبلتها بشوي زيت زيتون مع فلفل اخضر حار كميتوا عزوقكن ضفت عليهم معلقتين اكل من الشبت لشبنت المفروم وضمت كزبرة خضرة وقلبتهم كلهم سوا ملح نصف معلقة طعام كزبرة نصف معلقة صغيرة كمون ربع كوب عصير ليمون معلقة اكل من صلصة التمر الهندي نصف معلقة الطعام من دبس الفلفل الاحمر الحلو وقلبناهم كلهم سوا وعندي بامية انا مقطعيتها الشرايح بهاي الطريقة وقليتها كريسبي شايفين كيف بتقلوها هيك بهيد الطريقة وحطينا عليهم التقلاية وخلطتهم بالتقلاية التوم والكزبرة والشبنت وعصير الليمون ودبس الفلفل بتحطوها بزحن التقديم وبتزينوها برشة كزبرة وعلينا وعليكم بالعافية